طبعاً المقدرات في العراق أقول لك بصراحة المقدرات في العراق ليس يعني من يصدر العراق ليس الغاية منها مادية أن يستفاد يعني المصدر لا هي الغاية أن يكون هناك انحلال مجتمعي أن يكون هناك لا يوجد تقدم بالعراق لا يوجد إنسان يفكر بالعراق لا يوجد شاب يفكر من أدار هذه العملية إذا لم يكن هناك خليت إيدك على العلة سيد بها أنت الآن خليت إيدك على العلة أن قضية المخدرات في العراقية ليست تجارة مادية بقدر تدمير المجتمع أخلاقيا بالجرأة التي يعرفها من يدير هذا المسلسل وأنت تعرف من أين تأتي المخدرات لا لا أولا يعني تأتي من دول الجوار وأيضا حتى يعني نتكلم لك بصراع يعني ما أنا اللي أقول هناك ملفات أمنية وهناك كذا هناك كثير منها يأتي من الجمهورية الإسلامية لكي تقول لي هاي جمهورية الإسلامية يسويكوا حكومة حقيقة أنا ما عندي هذا الأمر لكن هناك تجار في هذا الأمر لذلك اليوم يراد من هذه قتل الإنسان العراقي معنويا وفكريا وعقائديا يعني حتى ما تعرف سيد جوز حتى إذا ناقشه بالتصريح ما لتنا المثير للجدى فبالتالي ممكن حتى إسرائيل أن تشترك حتى يبقى الإنسان العراقي معطل وبعد يمرر كل مشروع وقل هذه إمكانيات موجودة لكن أنا جاء أقول له هناك ملفات قضائية وملفات كذا موجودة تسمع أنت بالأخبار الحكم على عشر سنين جاء من المفهد الفلاني هذه موجودة لكن تقول لي حتى المخدرات البناسبة المخدرات اللي موجودة في العراق يعني هذا ما تقرير خبرات طلعت علي قبل حوالة ثلاثة سنوات أنه حتى نوعيتها حقيقة مؤدية للصحة يعني أكيد هو مؤدي المخدرات لكن هذه متعجل من وفاتها متعجل من كذا لذلك هذا ما كنت أقصده ولا أقصدنا الأحزاب الإسلامية تاجرت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر